مرحبا فيكم أصدقائي بقناة سقف نفسك طبيا اليوم بهذا الفيديو بنا نحكي عن تفتيح البشرة بشكل طبيعي وفعال وآمن مثل ما بنعرف كتير من الناس بيعانوا من مشكلة إسمرار البشرة وزيادة التصبغات بمناطق معينة من الجسم فبيصيروا يستخدموا مواد ومستحضرات للتجميل وغالبا هاي المواد بتكون مضرة للبشرة لهيك أنا اليوم بهذا الفيديو رح خبركم شو هي أهم الطرق الطبيعية والآمنة لعلاجة المشكلة أما بالفيديو القادم رح نحكي إن شاء الله عن المنتجات الثانية مثل مستحضرات التجميل أو حتى الليزر أو الميزوتيرابي وغيرها أول طريقة معنا هي استخدام الليمون وعصير الليمون مع العسل ليش لأنه الليمون بيحتوي على مادة حمض السيتريك هاي المادة بتساعد بتفتيح البشرة وطريقة الاستخدام هي إنه منجيب معلقة صغيرة من هذا العصير عصير الليمون مع معلقة صغيرة من العسل منخلطهم ومنحطهم على الوجه لمدة ربع ساعة وبعدين منغسل الوجه بالماء الدافئ وممكن نكرر هاي الخلطة كل أسبوع تقريبا مرة واحدة يفضل دائما قبل ما نجرب أي شي على الوجه سواء مواد تجميل سواء كريمات أو غيرها أو حتى ماسكات طبيعية إنه نحط كمية قليلة جدا وهيك لحتى نعرف إذا البشرة عندنا بتتحسس لهي المادة وتاني طريقة معنا هي استخدام ماسك الحليب مع العسل منجيب إحنا معلقة من الحليب طبعا الحليب بيحتوي على حمض اللي كتيك اللي بيساعد بتأشير البشرة وبنفس الوقت تفتيح لون البشرة وبنخلط معلقة صغيرة من الحليب مع معلقة صغيرة من العسل وكمان منحطها على الوجه ومنستنى لمدة نصف ساعة وبعدين منغسل الوجه وهي العملية كمان فينا نكرر كل أسبوع مرة وثالث طريقة هي استخدام زيت جوز الهند طبعا زيت جوز الهند هو واحد من أهم المواد اللي بتحتوي على جميع البيتامينات وبنفس الوقت جميع الأحماض الدهنية اللي بنستخدمها أو اللي بتفيدنا بتفتيح البشرة والطريقة الرابعة والأخيرة معنا هي ماسك الأفوكادو نحن منجيب الأفوكادو ومنهرسه منيح ومناخد كمان بس معلقة صغيرة وممكن نخلطها مع العسل وممكن لا ومندهن هذا الماسك على وجهنا لمدة كمان 20 دقيقة وبعدين كمان منغسر بالماء وهلأ بدي أعطيكم أهم النصائح حول موضوع تفتيح البشرة أول شيء لازم دائما نحن نبلش بالمنتجات الطبيعية مثل ما حكينا والماسكات الطبيعية لكن إذا ما نفعت معنا ممكن وقتها نلجأ للكريمات أو لمستحضرات التجميل أو حتى للليزر وغيره وغيره والتاني نصيحة هي أنه نحن لازم نتجنب التعرض الكتير لأشعة الشمس لأنه هذا الشيء بيرفع الميلانين والميلانين هو اللي بيعطي للبشرة سمارة وإذا كان الشخص يتعرض لأشعة الشمس كتير ممكن وقتها يستخدم كريم واقي للشمس وثالث نصيحة هي أهم الأغذية اللي إحنا مناكلة عن طريق الفم وبتساعدنا موضوع تفتيح البشرة وهي الأغذية اللي بتحتوي على فيتامين سي وعلى الكاروتين وهي الحمضيات والتفاح والجزر والفريز ورابعا نحن لازم دائما نعتيني ونهتم بالبشرة ونحاول ننظفها بشكل دوري من الزيوت الموجودة بالمسامات التهنية وخامسة نشرب الماء بكميات كافية هذا الشيء بيساعد بترطيب البشرة وتفتيح لونه وبالنهاية بتمنى هذا الفيديو يكون قدم لكم معلومات مفيدة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعمونا شكرا للمتابعتكم ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة سلامات اشتركوا في القناة